وعن أبي سعير الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي طب لا تصاحب إلا مؤمنا شرحناها طب ولا يأكل طعامك إلا تقي طب الآن اسمعنا الآية شيخ تنقرأ معنا في الفجر ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا الأسير له الكافر ويطعمون طب كيف الحديث هان لا يأكل طعامك إلا تقي لا يأكل معك على مائدة لا لا يشترط القعود في شيء أهم وهو أنك إذا أطعمت هذا التقي فسوف يطعمك حلالا لأن التقي على الغالب سوف يأكل حلالا طب ما أنت قلت أسيرا أسيرا ما هو مأسور مش راح يطعميني أنا بتفضل عليه الفائدة الثانية أنك أنت دائما تفضل على أهل الفسق ولا تجعلهم يتفضل عليك وين والله رايحين نوك اللي عند فلان بشتر في البنك لا يا أخي عصلا أنت مطالب أن لا تجالسه ولا تصاحبه دائما أنت تفضل على مين على الفسق عامة الناس لا تجعلهم يتفضلوا عليك أنت طالب علم تفضل عليهم إذا يكت كثيرت أني شفت أخ من إخواننا زوجته بتعمل في مركز طبي لإحدى الجماعات الحزبية وإحنا واكفين مرق هذا الرجل المسؤول علي المركز وهو حزبي قال له والله يا فلان لو سمحت وبسألك أنه مرتي طلبت قرض لو أن بده أهل طب إحنا واكفين معك يا رجل أشعرنا أنه هذا الرجل الحزبي سوف يتفضل على زوجته وعلى الموجودين بأن يوافق على القرض شو هذا يا جماعي لا تجعل لا تجعل لأهل الفسق ولا لأهل البدع عليك تفضل ولا يأكل طعامك إلا تقي لأنه بكرا رح يطعمي فإنت إذا طعمت تقي رح يطعميك إيش حلالا عشان إيك أهل الكثير من أهل الإلم يقولون إذا نزلت عند تقي فلا تسألوا عن حال اللحم ما بيطلع لك تسألوا لحم هايذا بحوين يعني شرعي ولا غير لا لأنه أصلا طبيعة الحال شو ماله بتحرى إلا إذا ظضنت به يعني عدم العلم وما شاء هذا موضوع آخر لكن نحن نكون نتكلم عن التقي يتحرى فواحد مرة أنا رح أتأذبح في عيد الأضحى بدور على وقال لي واحد بس بس أنتوا الشيوخ معروفين شو بدكوا أنتوا الشيوخ يعني جاي غيري بدوا المواصفات قال لي خلص طلبك عندي طلبك عندي أنا عارف الشيوخ شو بدكوا قلت طب الحمد لله يعني ها في ناس فشاهد من هذا هكذا حال الأدقياء والصالحين إذا بدوا يضحي ما بيضحي زي الناس إذا بدوا يشتري لحم ما بيشتري زي الناس إذا بدوا وضع دائما تحري 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 فهذا معنى ولا يأكل طعامك إلا تقي ثلاث فوائد من هذه اللفظة إن شاء الله تكونوا حفظها أما وطول ما تبتتفرج فيه وتكتبش استطلع من هنا شو معلك راح تكون الله يذكر خير ناسيهم ولنشيت من هسا يا الله تؤكر شوف اللي بعد يا هسا وعن أبي مرارة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف ها طب لما على دين خليله لما الرجل على دين خليله غير التأثير المؤانسة لا يمكن لأهل الديانة أن يتآنس مع أهل الفسق والفجور إلا أن يكون هو عنده فجور خفي يعني واحد بدخن كيف أنت منسجن معه وهو بدخن قدامك في بينكم شغل خلص للشغل وقوموا بسرعة طب أنت كيف تقول والله أنا برتاح له أنا بنسجن معاه هو إيش يفعل واحد اثنين ثلاث من المعاصي فبالتالي هذه المؤانسة بسبب خطأ عندك والله أنا بصراحة بحبش أقعد مع الشيوخ صح كلامك لأنه أنت أصلا عندك فسق خفي الله لو كانت عندك ديانة واستقامة ما تفوهت بهذه الكلمة وإنما لا قلت أنا أحب مجالسة أهل الديانة والمشايخ والذين عندهم استقامة تنبغ إلى هذا الحديث